في لبن النهاردة عملت لنا اختراع جديد وهو الكساتة ازايكم عملين ايه؟ جاء وقت تجربة الكساتة اللبن عملت هنا ويلا بينا نشوف ايه الانواع عمل لنا كساتة سادة وكساتة لوتس وكساتة بستاشيو وكساتة نوتلا وكساتة مكسرات واشطوطة اشتا وكساتة واشطوطة اشتا ورز وكساتة بصراحة الانواع كتير قوي ومعنا اول نوع الكساتة النوتلا تعالوا نشوف طعمها ايه فيها نوتلا وده شكله ايس كريم طعم الايس كريم اللي فيها حلوة قوي والنوتلا مع طعم الفواكه بصراحة فيها تدخلات كتير قوي النوتلا مستخدمينها طعمها جبني قوي بجد تجربة جمدة جدا ويلا نشوف النوع التاني ونيجي لتاني نوع معنا اشطوطة كساتة ورز بلبن يلا بينا نشوف التركيبة دي هتعلى بينا اكتر ولا الكساتة الوحدة هتبقى مميزة اكتر يلا بينا ندوق بصراحة اختراع الكساتة ده طعمه حلو جدا يعتبر طالع بكل حاجة الفوق قوي لدرجة انها مش عارفة فرق الاشطوطة طعم من الرز بلبن من الكساتة حاس ان كله دخل في بعضه ونخش بقى عن نجمة الزهبية اشطوطة وكساتة ولوتس ورز بلبن تعالوا ندوق الكساتة دي من الحاجات طعمها بيسيطر على الحاجة فمحطوطة على اي حاجة انت مش دائق غير الكساتة شكل كل الانواع اللي انا جبتها دي مش هدوق غير طعم الكساتة بس وهنا معنا الاشطوطة بالكساتة بصوا على اقتما كنت متحمس اول الحلقة دي على اقت ان انا مش حاسس بفرق ما بين النواده والنواده pension يعني اندمت ان انا جبت كل الانواع دي بصراحة يعني لو كنت جبت النواة واحد كان من جبت كل الانواع لان طعم دي زي دي زي دي الكساتة تعم طغي اوي هيجيب لووتس زي هجيب اشطوطة زي هجيب رز بلبن زي هجيب كساتة ساذة الكساتة طعمها هو اللي مسيطر مش هجرب بصراحة بقيت الانواع لان نتاب وبكده تكون خلصت حلقتنا واستنونا في حلقة جديدة من قناة دوس ودوء سلام